السؤال بعد كده بيقول انا وزوجي متخصمين واليوم جاي يتكلم معايا بدون اعتذار بالعكس بيقول لي انا اللي غلطانة هل ينفع ارجع لي بعد اربع شهور او خمسة من الخصام ارجعي له يا ست حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيرهما الذي يبدأوا بالسلام مش الكلام ده بس في ايه في الاصدقاء ولا في الاصحاب ولا في الزملاء ده اهم حاجة ما بين الزوجين هو ايه بصراح هو انتو اعدتوا الاشهر دي وانتو قطبانين من بعض مش عارفين ان كل واحد فيكم بيأثم حرام عليكم الخصام بالمدة الطويلة دي حرام عليكم انتين صلحوا بعض انتو الاثنين كل واحد فيكم بيصلي في بيته صلاة المحبة اللي كل واحد فينا بيقول لله سبحانه تعالى انا احبك لانك اعطيتني نعمة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً وجعل بينكم مودة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ربنا بيقول لنا البيت ده محراب عبادة بنعبد الله سبحانه تعالى فيه بالحب اللي تفاصيله بتكون السكينة والمودة والرحمة لكن اللي يحصل ده الخصام ده وطول الخصام طول الخصام ده مش بس معصية طول الخصام كمان فتنة يفتن فيه الرجل المرأة والمرأة تفتن فيه الرجل فاتقوا الله سبحانه تعالى وقلعوا عن هذه المعصية التي في الحقيقة تفسد البيوت وتغضب الله وتغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتسأليني ارجع اه طبعا ترجعي طب وكرمتي مين قال ان هنا المسألة فيها كرامة كل الحكاية ان فيه عناد انتوا عندتوا بعض فلو رجعتي فلك الثواب ولو عدت فقد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ستكونين اكثر ثوابا قال ازاي الخيرهم الذي يبدأ بالسلام فاذا انت بذرتي وبدأتي ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يجزيك الكزاء الحسن ويوسع عليك ويقبلك ان شاء الله ويوسعدك وتكون انت سبب السعادة وان اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انسنة سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيام يبقى انت لازم تعملي كده ولو عملت كده اتاخد السواب العظيم يلا توكلي على الله ما تستمعيش لنفسك الامارة بالسوء وتوكلي على الله ان شاء الله ربنا يفتح عليك ويبارك لك يا سادة شوف احنا كنا بنتكلم النهاردة طول الحلقة عن التواصل وازاي الناس تسمع بعضها والناس جاي بتتكلم عن الخصام الخصام ده اكيد جاي لما الناس بطلت تتكلم مع بعضها بالاصول السابعة اللي احنا تكلمنا عنها يا سادة لا تنقطوا عن التواصل ولا تنقطوا عن الحوار وحاولوا دايما حواركم يكونوا بقى حوار رحيم ودود يفتح ربنا عليكم الخير والبركة والنور وتجعلوا في حال وتكونوا في حال الصفاء لان هتكونوا محل نظر الله سبحانه وتعالى تعالوا ندعي ربنا ونسألوا انه يلهمنا المدد ويلهمنا الخير ويقوي قلوبنا على ان احنا نتمسك بالرحمة ونتمسك بالموادة ونتمسك بالسكينة وانه يبدلنا مكان هذا الوجع ويبدلنا مكان كل الالام اللي ممكن تكون عندنا بسبب الفهم المخطئ لمعنى الكرامة او الفهم المخطئ لمعنى التواصل فيكون في قلوبنا عناد توجعنا وتئزينا تعالوا نشيد لكل من قلوبنا ونقول يا رب امدنا بمددك واجعلنا في رحمتك وانظر الينا بنظر الود والرحمة واللطف يا رب العالمين وطيب قلوبنا عشان نكون من اهل الرحمة ومن اهل الفضل ونكون سبب من اسباب امان شركاء حياتنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين الهمنا الرشدة في كل وقت وحين يا رب العالمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة